السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لكن هناك من يعترض ويقول حديث اخر روي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اخرجه الامام النسائي والبيهقي مدى فيه قال فيه صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود ما معنى هذا الحديث وهل يتعارض مع الحديث الاول ذوي الهيئات يعني الناس الكبرى الناس اللي عندهم واحد القيمة الناس عندهم واحد درجة رفيعة في المجتمع انسان مسؤول عنده مقام شريف في عائلة كبيرة فوقع في زلة هذا يسمي ذوي الهيئات النبي الكريم يقول اقيلوهم عثراتهم الا في الحدود ما معناها؟ ما معناها ان الانسان قد يكون ودعائل كبيرة او يكون له مقام رفيع في الدولة او في المجتمع لكنه قد تزل قدمه وقد يؤثر عليه ابليس فيقع في خطيئة او يقع في زلة ماذا نفعل له؟ النبي الكريم قال اقيلوهم عثراتهم يعني خليهم عليكم الا في الحدود ما معناها الحدود هي الامور الكبيرة اما الدماء او الاموال او الفروج الحدود تكون في الدماء والاموال والفروج الذي يسرق اموال الناس يسرق المال العام او الدماء انه يقتل بريئا بغير حق وفي الفروج انه يغتصب او انه يزني على الملاء او او اوك فهذه تسمى حدود فما دون ذلك فاقيلو معثراتهم اذا عرف الانسان بالصلاح وكان مشهور اما له مقام سياسي او مقام شريف عند عائلة كبيرة او مقام اجتماعي او مقام علمي او مقام فني ومعروف بالصلاح ومعروف بالخيار لكنه زلت قدمه يوما ما فتم طبطه وقد فعل خطيئة ماذا نفعل به؟ وصية النبي الكريم قال اقيلو ذوي الهيئات عثراتهم لكن اذا كان الامر في الحدود لا الحدود تطبق على الجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة